مجموعة الأعداد المركبة الأعداد المركبة اللي نسميها complex number مجموعة الأعداد المركبة احنا من خلال دراستنا السابقة علمنا إلى كثير من الأعداد علمنا شون نوجد مجموعة الأعداد الطبيعية ومجموعة الأعداد الصحيحة ومجموعة الأعداد النسبية ومجموعة الأعداد الحقيقية ومن خلال دراستنا في مجموعة الأعداد الحقيقية اللي كنا نلاحظ شفنا انه المعادلة اكس تربيع زائدا واحد تساوي صفر هذه المعادلة ليس لها حل في الريال نمو في مجموعة الاعداد الحقيقية هذه المعادلة ليس لها حل في مجموعة الاعداد الحقيقية لذلك شفنا اكو احتاجين الى مجموعة اكبر من هذه المجموعة وسببينها مجموعة الاعداد المركبة حيث يرمز لمجموعة الاعداد المركبة بهذا الرمز سي كاتل حيث كومبالكسامبر يساوي انه مجموعة اي زائدا بي اي بحيث اي وبي ينتمون الى الاعداد الحقيقية اللي هنرسلناها اي يساوي انه تحت الجذر التربيع يسالب واحد وايضا نقدر نستنتج انه اي تربيع يساوي انه سالب واحد وسمينها مجموعة اعداد المركبة مجموعة الاعداد المركبة مجموعة الاعداد المركبة تحتوي على مقطعي او نقدر نقول جزئي اي هو الجزء الحقيقي وبي هو الجزء التخيلي مجموعة اعداد مركبة نكتبها اي زائدا بي اي بحيث اي وبي انتمون لها ريالنبر وكل اي يساوي انه تحت الجذر التربيع سالب واحد وايضا نستنتج انه اي تربيع ساوي انه سالب واحد واي هو المقطع او الجزء الحقيقي وبي هو الجزء التخيلي من هنا نقدر نستنتج انه او شون نشوف مجموعة الاعداد اللي راح تصير عندنا ناخد مثال يقول عين الجزء الحقيقي والتخيلي للعداد للعداد التاني نسوي جدول العدد والجزء الحقيقي والجزء والجزء التخيلي راح ناخد مجموعة معنا العدد اول مثلا ثلاثة زائدا اربعة اي هذا العدد المركب اللي مكتوب ثلاثة زائدا اربعة اي بي جزء جزء حقيقي مثل ما نرجع هنا ويانا اخوة اللي هو الجزء الحقيقي اي وبي هو الجزء التخيلي لاحظ بي مرتبط با فاذا هنا نفسه هو العدد اي زائدا بي اي جزء الحقيقي هو ثلاثة لما مرتبط باي بي اي وجزء التخيلي شي ساوينا اربعة ناخد مثال اخر وبشكل يعني خمسة ناقصا ثلاثة اي هذا العدد جزء الحقيقي يساوينا خمسة وجزء التخيلي يساوينا لاحظ هو اشارته سالب ثلاثة ناخد عدد اخر تحت الجذر او سالب سالب سبعة زائدا اي جزء الحقيقي سالب سبعة ممكن يكون جزء الحقيقي سالب وممكن جزء التخيلي شي ساوينا موجه بواحد او مثال اخر جذر خمسة ناقصا ثلاثة اي جزء الحقيقي جذر خمسة وجزء التخيلي يساوينا سالب ثلاثة اي ممكن يكتب لي عدد مركب فقط بجزء التخيلي يعني مثلا سالب ستة اي هذا العدد سالب ستة اي ليس عددا مركبا مثل ما تعودنا لكتبة اي زائد اي بي اي ما مكتوب مثل ما متعودين حسب التعريف شوف تعريف اليدي اي زائد اي بي اي مكتوب كأنما فقط المقطع بي اي فقط كأنما مكتوب المقطع بي اي اذا هذا ش ممكن هذا شي صير هذا كأنما صفر الجزء الحقيقي ناقص ستة اي يعني هذا هو نفسه نانا ممكن يؤدي الى والعكس التالي جزء الحقيقي ش راح يساوينا صفر وجزء التخيلي ش يساوينا سالب ستة ممكن يجينا عدد 18 هذا عدد مثل ما تعلمنا في دراستنا هذا عدد حقيقي زي بس ما مكتوب الصيغة اي زائد اي بي اي لا تنسى هاي الصيغة زي هذا العدد ممكن ايضا نكتبة 18 زائد صفر اي يعني جزء التخيلي ش يساوينا هنا صفر وبالتالي جزء الحقيقي 18 والجزء التخيلي ش يساوينا صفر ونكون كتبنا عيننا جزء الحقيقي لأي عدد مركب نعم من هذا عزائي الطلبة انه نحاول ان نعرف فتشي انه الصيغة اي زائد اي بي اي هذه تسمى الصيغة العادية او يسموها الجبرية للعدد المركب هذا الصيغة اي زائد اي بي اي تسمى الصيغة العادية او الجبرية للعدد المركب يعني العدد مركب يعني العدد مركب مثل ما تدرس يتكون من جزئين جزء حقيقي وجزء التخيلي الجزء الحقيقي اللي هو ما مرتبط بي اي والجزء التخيلي اللي مرتبط بي اي فالصيغة هذه اي زائد اي بي اي هذه تسمى الصيغة العادية او الجبرية للعدد المركب هذه تخليها ببالك عزيزي الطالب وما تنساها يعني تقدر تاخدها كملاحظة اليك تستفاد راح ناخد عزيزي طلبك قوة اي او مثل ما تعلمت اسس اي ان قوة اي تأخذ القيم التالية لاي اس مرفوع له راح تاخذ القيم واحد وسالب واحد وآي وسالب اي لأي اس قوة اي تأخذ هاي القيم واحد وسالب واحد واي وسالب اي لأي اس مرفوع الى اي وراح نثبت هذه العلقة مثلا احنا عدنا حسب التعريف اي شي ساوينا تحت الجذر التربيعي سالب واحد هذه اخدناها من التعريف مع العدد المركب وايضا عدنا اي تربيع من الربع هذا شي ساوينا سالب واحد طيب هذا الني اي تربيع ساوينا سالب واحد هذه عندنا بها شغل كل شواية فارجو انه يضلب بالك وليدي اي يساوينا تحت الجذر التربيع سالب واحد وكل اي تربيع يساوينا سالب واحد هذا يعني اساس راح يشغل عليه هواية اللاحظ مثلا ناخذ اس اعلى اي اس ثلاثة شي ساوينا مثل ما تعلمنا عزيز الطالب في دراستنا السابقة اي اس ثلاثة ممكن اكتبه بصورة اي تربيع في اي عند الضرب شي يصيب الاسس تجمع اس واحد وهي اثنين عند الضرب سالب سالب طيب لاحظة البرواز القبل شوي كتبنا كل اي تربيع قيمة تجد تساوينا سالب واحد اذا هنا هنا ويساوينا سالب واحد في اي وبالتالي سالب واحد في اي شي ساوينا سالب اي اذا اي تكعيم كل اي تكعيم شي ساوينا قيمته سالب اي ناخد اس اعلى اي اس اربعة مثلا صعد عندنا الاس شوف زي قد رح تطلع عندنا بقيمة اي اس اربعة ممكن جايتنا من اي تربيع في اي تربيع عند الضرب شي يصير بالاسس تجمع اي تربيع في اي تربيع اي اس اربعة طيب احنا هسا قلنا كل اي تربيع قيمته قد تساوينا سالب واحد اذا هذا شي يساوينا سالب واحد في سالب واحد ويساوينا السالب في السالب موجب واحد في واحد واحد اذا كل اي اس اربعة قيمته شي ساوينا واحد وهذه ايضا رح نشوفها بعد شوية انه اي اس اربعة تساوينا واحد هذه الأساسيات اللي رح نبدي عليها ورح نبدي عليها لا تنسى أذكرك عزيزي الطالب كل آي ساوي لنا تحت جل تربيع سالب واحد كل آي تربيع سالب واحد وكل آي أس أربعة أصبح شي ساوي لنا واحد زيان والآن عزيزي الطالب رح ناخذ فاصل قصير ونعود لكم بعد شوي اشتركوا في القناة عدنا مثل ما عدنا أذكرك عزيزي الطالب كل آي تربيع قيم تسالب واحد وكل آي أس أربعة يساوي لنا واحد مثلا لو ناخذ آي أس خمسة آي أس خمسة آي أس خمسة عدك يعني أكثر من احتمال للحل واليدي يعني واحد يقول يسويها آي تربيع في آي تربيع في آي نقول لك صحيح وكملوا بسط ويساوينا يعني سالب واحد في سالب واحد في آي ويساوينا آي واحد يقول لا آي أس خمسة أحتيها بسلوب ثاني وهو الأس هذا خمسة هل يقبل قسمة على أربعة نعم إيش قد يبقى من عدة راح يبقى واحد يعني يبقى آي أقدر أقول بها مباشرة لأنه كل آي أس أربعة قيمتها واحد أو ممكن واحد يقول الآخر واي آي أس خمسة أقول آي أس أربعة في آي نعم يجوز هذا الكلام بس وآي أس أربعة مثل ما حشينا قبل شوية قبل الفاصل آي أس أربعة قيمتها شد تساوينا واحد إذن ويساوينا واحد في آي ويساوينا آي لاحظ عزي الطالب آي أس خمسة حلناها بثلاث أسالي واحدة على الآي تربيع في آي تربيع في آي وبالتالي طرح الناتج آي آي أس خمسة قسمتها على أربعة بقى واحد يعني بقى آي أس واحد والآي أس خمسة قسمتها على أربعة كل آي أس أربعة قيمتها واحد في آي ويساوينا آي إذن كل الطرق ممكن تحللنا ياها مننا نقدر نستنتج أنه من تكون قوة i يعني نقدر نقول فتقاعدة إنا اللي نفسنا من تكون قوة i أربعة أو مضاعفات الأربعة قوة i من تكون من مضاعفات العدد أربعة شي ساوينا واحد من مضاعفات من تكون i قوة أربعة تساوي إنا i 8 وتساوي إنا i 12 12. وتساوي إنا I 16. وهكذا ويتساوي إنا قيمتهم 1 كلهم. هاي نقدر نستنتجها. نخليها في بالك. نشتغل عليها. الآن راح نشوف منكون الأس عدي بالسالب. يعني I السالب 5. I السالب 5. الآن لازم وتحول الأس ماتي إلى عدد موجب. في ذلك شي يساوي إنا. 1 على I 5. وبالتالي لا تنسى عزيز الطالب أنه I 5. مثل ما أقدر أقول. يساوي إنا 1 على I. لأنه 5 يقسمها على 4. ويساوي إنا I. وبالتالي I السالب 5. شرح يساوي إنا. 1 على I. الواحد شي ساوي إنا I أس أربعة على I. ويساوي إنا I أس ثلاثة. وبالتالي شي ساوي إنا I تربيع في I. ويساوي إنا سالب I. ما لازم ناخد أس خمسة ناخد I أس ثلاثة. أس ثلاثة. أس ثلاثة. I أس ثلاثة. أس ثلاثة. شي ساوي إنا. 1 على I أس ثلاثة. صال الأس بالموجب. حولناها. نزلنا الأس المقام. نرفعها. يتحول تغير إشارة الأس. مثل ما تعلمنا في دراستنا. ويساوي إنا. I أس ثلاثة. هو. هذا العدد الزناثة. هو من مضاعفات العدد أربعة. الزناثة. مثل ما تعرف عزيز الطالب. هو من مضاعفات الأربعة. إذن قيمته. هذا شي ساوي إنا كلها. واحد. ويساوي إنا. واحد على واحد. إذن I أس ثلاثة. إيس ثلاثة. شي ساوي إنا قيمته. واحد. الآن راح ناخد مثال بشكل مختلف. يعني نقول I أس أربعة N زائدًا واحد. حيث N ينتمي إلى الأعداد طبيعي. هذا العدد. I أس أربعة N زائد الواحد. مثل ما تعلمنا في دراستنا السابقة. ممكن نكتبه. I أس أربعة N في I. I أس أربعة N زائدًا واحد. I أس أربعة N في I. عند الضرب. تجمع الأسس. هذا الأسس مالتها واحد. طيب. ش راح يساوي إنا هذا؟ I أس أربعة N. عندنا احتمالية. ممكن أقول شي ساوي إنا. تربيع تربيع أس أثنين N في I. هنا عندنا رجعنا على قوة I اللي إحنا بعدنا لنشتغل بها. قلنا عندنا I تربيع ويايا. I تربيع لا تنسى عزيزي الطالب. ساوي إنا سالب واحد. والI أس أربعة شي ساوي N واحد. هذه أساسيات نشتغل عليها. أنا إذا أشتغل هسا على أساس أنه يعدي كل I تربيع القاعدة I تربيع. أجي. ويساوي إنا. I تربيع قيمته يساوي إنا سالب واحد أس أثنين N في I. نجي هنا سالب واحد أس أثنين N الN هنا ما أعرف شنين ممكن الN عزيزي الطالب هو عدد والأعداد مثل ما تعرفون نوعين سموها أعداد فردية وأعداد زوجية العدد الفردي أعرفه لما العدد الفردي لا يقبل قسمه على أثنين بدون باقي والعدد الزوجي هو يقبل قسمه على أثنين طيب الN آني هنا ما أعرفها هل هي تنتمي عدد فردي أم عدد زوجي بس هذه الN اللي يعدي هنا مضروبة فيش قد في أثنين مضروبة في أثنين بيني وبين نفسي آني هيش أحسبها لنفرض N عدد فردي N عدد فردي ضربته في أثنين ماذا سيطلع للناتج سيطلع للناتج عدد زوجي وهذه سويها بينك وبيين نفسك أخذ أي عدد فردي أي عدد فردي أحدا لا يقبل قسمه على أثنين زيان أي عدد فردي لا يقبل قسمه ضربه في أثنين يطلع لك الناتج عدد زوجي ولو كان N عدد زوجي لو كان N عدد زوجي لو كان N عدد زوجي ضربناه في أثنين أي ضربه يبقى الناتج عدد زوجي إذن استنتجنا أنه الاثنين أن هذه عدد زوجي إذن سالب واحد والأسعد الزوجي السالب السابق سيصير موجب واحد في آي ويساوينا آي وبنفس الطريقة نقدر نقول آي أس أربعة أن زائد الاثنين راح نحلها هذا السؤال بأسلوب آخر يفرق على الأسلوب السابق شي ساوينا آي أس أربعة أن في آي تربي وزعنا عملية الجمع إلى ضرب آي أس أربعة هنا السؤال قبل استغلمنا لما نكون عديل آي تربيه هنا راح أخذ آي أس أربعة أس أن في آي تربيه قلنا قيمتها شي ساوينا سالب واحد ويانا عزيز طالب أخذنا الأساس هنا عندنا الأس لما نكون أربعة في المثال السابق كان الأس الثنين أخذنا أسلوب آخر أي أهل اللي بالك تشترك عليه ويساوينا كل آي أس أربعة قيمتها شي ساوينا واحد إذن واحد أس أن في سالب واحد واحد أس أن واحد لأي أس مرفوع الواحد خاصيته لأي أس مرفوع يساوي نجد واحد في سالب واحد ويساوينا الناتج سالب واحد إذن آي أس أربعة أن زائدنا اثنين شي ساوينا سالب واحد إذن لأي أس مرفوع قوة آي تأخذ القيم واحد وسالب واحد والآي وسالب آي ولا تنسى عزيز الطالب آي تربيه يساوينا سالب واحد وكل آي أس أربعة قيمته سالب وكل آي أس أربعة قيمته يساوينا واحد الآن ومن خلال يتعلمنا أعيد وأقول لك أنه كل آي تربيه يساوينا سالب واحد وتعلم أيضا عزيز الطالب أن كل آي يساوينا تحت الجذر التربيهي سالب واحد من هذه الخاصيتين اللي تعلمناهن أنه كل آي تربيه سالب واحد وكل آي يساوينا تحت الجذر التربيهي سالب واحد راح نشون نوجد قيمة الجذور التالية مثلا عندنا تحت الجذر التربيعي سالب 16 مثلا احنا من خلال دراستنا السابقة علمنا انه تحت الجذر التربيعي سالب 16 هذا جذر تخيلي ما نقدر نوجد قيمته بس بما انه في مجموعة عدال مركبة عندنا قيمة تخيلية لهذا العدل ماذا راح يسأل عندنا هذا ممكن ممكن اقول هذا سونا جذر التربيعي لل 16 في جذر التربيعي لسالب 1 لانه سالب 16 نين جاينا من 16 في سالب 1 يعني السالب جاينا من موجة في السالب و16 الواحد هو عنصر محدة لعملت الظروف 16 في 1 طيب اجي اقول 16 تحت الجذر التربيعي اقدر اجي لها الجذر التربيعي ويساوي ان اشقل 4 وتحت الجذر التربيعي سالب 1 يساوي ان i اذا تحت الجذر التربيعي سالب 16 يساوي ان 4 وجدنا قصيغة الأعداد المركب نأخذ عدد آخر مثلا سالب تحت الجرد التربيعي سالب 25 شي ساوينا أيضا نذكر رح نعيد الشرح مرة ثانية سالب 25 ممكن يساوينا تحت الجرد التربيعي 25 في تحت الجرد التربيعي سالب 1 تضرب الجذور سالب في الموجب سالب 1 في 25 يساوينا تحت الجرد التربيعي 25 ممكن يطلع خارج جرد التربيعي ويساوينا 5 تحت الجرد التربيعي سالب 1 شي ساوينا قيمته وبالتالي يعني لأي مثال يعني ممكن نأخذه تحت الجرد التربيعي سالب A شي ساوينا تحت الجرد التربيعي A في حيث أي دائما ناخد أكبر أو تساوي شنو صف هذه الشرق مالتها ونكون نشغل عليها رح ناخد مثال تطبيقي رح ناخد مثال تطبيقي مثال أكتب الأعداد التالية بالصيغة العادية أو الجبرية أو أكتب أي زائد بي أحيث أولا سالب خمسة يقول أكتب الأعداد التالية أخذنا أول عدس ثالب خمسة بالصيغة العادية أو الجبرية أو أي زائد بي أحيث هذه ثلاث صيغ عزيز الطالب نحن 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 بس هي واحدة من عددنا نريد يعني هي ثلاث أسماء لشيء واحد أنه عدد مركب لو نقول أو الصيغة العادية نقول لك لو يقول لك في صيغة الجبرية أو يقول لك بالصورة أي زائد بي أحيث نشوف هذا العدد نحن حتشينا وقبل شوية قلنا أنه الأعداد المركبة يعني مثل ما حتشينا أنه الأعداد المركبة أو مجموعة الأعداد الحقيقية أصبحت مجموعة جزئية من مجموعة الأعداد المركبة مجموعة الأعداد الحقيقية أصبحت مجموعة جزئية من مجموعة الأعداد المركبة لا تنسها وأيضا خلي نذكرها لك قاعدة هنا لا تنسى لا تنسى عزيزي الطالب طالب أن مجموعة الأعداد الحقيقية اللي نرمز لها بالرمز R أصبحت هي مجموعة جزئية من مجموعة الأعداد المركبة هذه ذكرت لها لا تنسى عزيزي الطالب أن R مجموعة الأعداد الحقيقية هي أصبحت مجموعة جزئية من مجموعة تعدادهم وبالتالي سالب خمسة ممكن هذا حتى لو كنته بصيغة العادية هذا بس جزء حقيقي إذن هذا حتى كنته بصيغة العادية سيصير سالب خمسة زائد صفر آي مثال آخر مثلا ثلاثة ناقص تحت جلد تربيعي سالب خمس هذا العدد هذا جزء بس هذا تحت جلد تربيعي سالب إذن هذا جزء تخيلي لازم أحاوله إلى عدد مركب إذن هذا ممكن يؤدينا إلى أو يساوي ثلاثة ناقص هاي تنزل إشارة سالب جلد خمسة مثل ما هسا حتشين قبل شوية شي ساوينا تحت جلد تربيعي خمسة آي ناخذ مثال آخر نعم ثلاثة زائد تحت جلد تربيعي سالب مية على اثنين هذا العدد ليس عددا مركبا مكتب سخير عادي شو ممكن يساوينا هذا هاي الاثنين تعتبر هي مضاعف أو مثل ما تعلمنا بصفتاني هذا ليست كومن مولتيبول المضاعف مشرك الأصغر عادي أقبل قسمة شي ساوينا ثلاثة على اثنين زائد تحت جلد تربيعي سالب مية على اثنين ويساوينا ثلاثة على اثنين نزل هذا زائد تحت جلد تربيعي سالب مية على الملاحظة اللي حجيناها تحت جلد تربيعي سالب اي يساوينا شي ساوينا المية تطلع شي ساوينا عشرة اي على اشقد على اثنين ويساوينا ثلاثة على اثنين زائد عشرة على اثنين ويكون تختصر شي صير خمسة اي والآن كتبنا هذا العدد بالصيغة يسموه العادية أو الجبرية للعدد المركب أو بالصورة اي زائد بي اي اللي الآن عزيز الطالب يعني وقت الدرس اللي هنانا انتهى بس نرجو بس اذكر بكلام بسيط انه العدد المركب عدد المركب هو مجموعة اعداد اكبر مجموعة اعداد الحقيقة اللي تعلمناها وتعلمنا قوى اي شون كل اي تربيع ساوينا سالب واحد وكل اي اس اربعة ساوينا واحد وشون نكتب العدد المركب بالصيغة العادية اللي هي اي زائد بي اي ارجو انه نكون استفادين ونتواصل وياكم في درس اخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة